وفي محافظة الأقصر وفي ضوء متابعة المهندس عبد المطلب أمارة محافظة الأقصر لسير أعمال المشروعات التنموية على مستوى مراكز ومدن الأقصر استمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين وقام بجولة تفقدية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالطارف والرواجح التابع لقبل قامولة بمركز ومدينة القرناء وآخر الجولة استمع إلى شرح من رئيس هيئة مياه الشرب وصرف الصحي حول معلوقات إنهاء المشروع والمتمثلة في توفير الاعتمادات المالية وتوصيل التاري الكهربائي ومن جانبي أوضح المحافظة بأنه سيتم توفير مبلغ 50 مليون جنيه لحال المشكلة وسيتم التنسيق مع شركة الكهرباء لتوصيل التاري الكهربائي اللازم للتشغيل الفوري لشبكات قبل قامولة ونجع البركة التابعة للمشروع وذلك ليشعر المواطن بالنتائج الفعالية لمشروعات الخطط الاستثمارية على أرض الواقع مؤكدا أن التشغيل الفعالية لشبكات محطتي قبل قامولة ونجع البركة سيتم خلال 14 فقط من تاريخ توفير الاعتمادات المالية وذلك على أن يتم توفير الاعتمادات لشبكات محطات الريان الشرقية والغربية والشيخ عامر بالتوالي لضمان الانتهاء من المشروع وتشغيله بالكامل وفقا للقداول الزمنية المقررة ووجع المحافظة بسرعة إنجاز أعمال الحصر للعزب والنجوء التي ستتضمنها أعمال المرحلات الثانية لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الأخصر مع وضع الأولوية للقرى الأكثر احتياجا ترجمة نانسي قنقر